تنعقد أول قمة تاريخية غير مسبوقة بين العالمين العربي والأوروبي تستضيفها مصر العروبة لمكانتها السياسية على الساحة الدولية ودورها المركزي في المنطقة والذي يعد حلقة وصل ونقطة التقاء للحضارتين العربية والأوروبية تلك هي القمة العربية الأوروبية التي تقام لأول مرة بمشاركة نحو خمسين دولة وتشهد حضوراً واسعاً وتمثيلاً عالي المستوى لمعظم الدول العربية والأوروبية تتناول ليومين أهم القضايا في المنطقتين وحوارة مفتوحة غايتها التوصل إلى حلول حضارية للخلافة بين الدول تقام لأول مرة بمشاركة قادة دول الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم العرب في إطار الجهود الهدفة لتشكيل تحالف أوروبي عربي جديد ومكافحة تهريب المهاجرين ترجع إقامة المؤتمر إلى القمة العربية التي عقدت في البحر الميت في آذار عام 2017 والتي وافقت على عقد أول قمة عربية أوروبية مع دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين هذه القمة المهمة للعالمين العربي والأوروبي ستتناول ملف الهجرة غير الشرعية والإرهاب وأيضا الجريمة المنظمة العابرة للحدود والأمن الإقليمي القضية الفلسطينية وملفات النزاعات التعاون العربي الأوروبي والتحديات المشتركة بين الجانبين والأزمات التي يمر بها العالم العربي أما جدول أعمال القمة فتضمن الجلسة العامة الأولى بعنوان لتعزيز الشراكة العربية الأوروبية ومعالجة التحديات العالمية معا الجلسة الثانية وهي بعنوان معالجة التحديات الإقليمية معا ويتوقع خبراء وسياسيون ودبلوماسيون أن تسفر القمة العربية الأوروبية عن نتائج مثمرة تتعلق بتجشين آليات جادة لمكافحة الإرهاب وإيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها المنطقة لسيما القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتفتح القمة العربية الأوروبية مرحلة جديدة من التعاون بين الكتلتين الإقليميتين الجارتين التي تشكلان قلب العالم في الماضي والحاضر والمستقبل نتمنى ذلك فعلا ترجمة نانسي قنقر